وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي يَا إِلْمَا وفي الأبواب ستور مرخات ومناد ينادي من أول السراط يا عباد الله أدخلوا السراط ولا تعوجوا ومناد ينادي من جوف السراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج قال أما السراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله أماكن الحرام فمحارم الله وأما الداعي الذي يدعو من أول السراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من جوف السراط فواعظ الله في قلب كل مسلم الشاهد من الحديث لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج هذه الأبواب الكثيرة التي إن فتحها المرء على نفسه أنظر أشاهد الفضول الذي أضر بكثير من الناس لا تفتح الباب لا تفتح على نفسك باب فتنة باب شر أغلق الباب حتى لا تدخل عليك الروائح الخبيثة والأفكار الرذيلة هذا القلب الذي يطلب نقاؤه وصفاؤه وسلامته نفوذ هذه الأشياء المذرة إليه إما عن البصر أو عن السمع هي المنافذ فاحفظ سمعك واحفظ بصرك من أن تنفذ من خلالهما إلى قلبك ما يكون به هلكة القلب ومرض القلب ولهذا هذه الأجهزة يجب على المرء أن يتعامل معها بحذر وأن يحرص على أن لا ينفذ منها إلى قلبه ما يمرض قلبه يحرص على هذا أن لا ينفذ من هذه الأجهزة إلى قلبه ما يكون سببا في مرض قلبه وضعف دينه